مراسلنا أشرف بن عياد بلقاء حصري عبر فيه عن سعادته ببدايته مع الفريق الأول كما لم يستبعد الحداد اللاعب للمنتخب المغربي رغم أنه مثل في السابق منتخب إسبانيا لأقل من 19 عاما بالفعل كان شعورا رائعا بعد هذه البداية الرائعة فهي مشاركة الأولى وقد سجلت هدفا لهذا أنا سعيد جدا أكان حلما قد تحقق؟ اللعب مع برشلونة إلى جانب ميسي وكل نجوم الفريق كان حلما ماذا قال لك الويسنريكي قبل المباراة؟ قال لي المدرب أن ألعب بهدوء كما أفعل في العادة ودون توتر أنت كنت في فريق الفتيان ثم فريق الشباب والآن تلعب مع ميسي ونيمار كيف تتعايش مع هؤلاء النجوم؟ حقيقة هم زملائي وأتعايش معهم بشكل طبيعي فأنا واحد منهم لذلك أنا سعيد أكنت تتوقع هذه البداية؟ صراحة لم أكن أتوقع هذه البداية وأهدي هذا الهدف لعائلتي ولوالدي وأشقائي ولكل من يدعمني أنت تعلم أنك توثير إعجاب كبيرا في المغرب هل اتصل بك أحد من عائلتك هناك لمسندتك؟ نعم تحدثت معهم وأخبروني أنهم فخورون بي وأن علي أن أواصل العمل تعلم أن الاتحاد المغربي والاتصال بك والحديث حول مستقبلك الدولي هل تستبعد اللعب مع المنتخب المغربي؟ لا أستبعد أي شيء الآن يمكنك اللعب للمغرب؟ نعم هذا ممكن ماذا تعرف عن الكرة المغربية؟ صراحة القليل فقط لكن أعلم أن المنتخب المغربي يملك لاعبين مميزين ولديه فريق جيد وسأنتظر ما سيحدث وتمكن أصاعد الجديد إبان